بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم أمين يا رب العالمين أهلا وسهلا بكل مشاهدين الأعزاء الكرام في كتابنا كتاب قلوب عامرة احنا ختمنا تصحيح سورة النبأ لكن الشباب بقى صغنان ده محتاجين انه هو يقرأ وانصحح فاستسمح حضراتكم باستحضار المصاحف ونذكر ان احنا الرواية التي نقرأ بها هي رواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل وإحنا من وقت التاني بننبه ايه هو قصر المنفصل على أساس ان السادة المشاهدين الكرام يكونوا متابعين معنا ازايكم تعبتوا ولا لسه احنا بقى يعني شغالين من قبل كده بنقرأ من قبل كده طب يلا يا ألس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا أحسنت ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى رب اتخذ خا 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 ومفتوحة اتخذ إلى رب مش ضا مش عايزة التفخيم بتاع الخا يدخل على الثال في الضيعة هالي في النطر ما تبقاش ضا اتخذ معايا نعايا اتخذ اتخذ لا اتخذ 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 يلا فمن شاء اتخذ إلى رب هي معاب جميل مد الصلة مد الصلة هنا اللي هي الهاء اللي موجودة دي اللي هي ضمير بتعبر عن ضمير المفرد الغائب والهاء هنا مكسورة وقبلها الحرف مكسور جر ايه مققلة دي موضوع تاني انا بتكلم على الحروف مش الكلمات انا همد هنا مد طبيعي حركتين إلى رب هي مآب إلى رب هي مآب ان انا انظرنا مش ان انظرنا ايوة عذابا قريبا يوم ينظر يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يلا يا لنا يلا يا لنا احنا اقول لنا اننا عايزين نصور المعنى سليم رب السماوات والأرض وما والأرض والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يوم يقوم الروح والملائكة صفا تاني يوم يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا لا 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 الله الله اللي هيأزن الله هو الفاعل إلا من أذن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا لا يتكلمون تاني لا يتكلمون إلا من أذن ما تمديش أوي أكتر المد يعني ما تمديش زيادة إلا من أذن إلا من إلا من إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يلا يا سار زالك اليوم الحق فين القلقالة مع عشان ما قلقلتيش القاف أنا مش سامعة قاف ذالك يوم الحق إزاي يعني؟ كالتي الألف ولم ليه؟ ذالك اليوم الحق ذالك اليوم الحق 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 فمن شاء اتقذ إلى ربي مآبا إنا أنظرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يبقى أنا أعرف أبتدي إمتى الفعل أبتدي إمتى أقف ما أبتدي إمتى أقف على حاجة ما يكونش معناها واضح أو ابتدي بمعنى ينفي حقيقة المعنى المثبت كل ده معنى أنا لازم أفهم الحاجة وأنا بقراها الآية معنى الآية قدر الطاقة وده اللي إحنا بنحاول نعمله إحنا من يلا يا شروق رب السماوات والأرض وما بينهما الرح هنقف ثانية واحد أنا عايزة بس الضاد يا شروق عشان يبقى طلعنا بحاجة الضاد حرف فخ حرف فخ وض من حروف اللي محتاجة تدريب قوي ارجعي هاتي تاني بالروح رب السماوات والأرض وما بينهما والأرض والأرض ضي ضي قولوا معايا ضي ضي قولي هما قولوا معايا وانت معاياهم ضي 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 ضمي بقك ضي 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 بقك بيتملى هوى حروف الاستطالة ها ضي 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 تاني بقى الآية رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابة يوم يقوم الروح والملائكة صفة والملائكة ضي 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 صاوابا صا قولي صا بس صا 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 صوا 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 لسه الصاد عايزة انها يعني نتكى عليها شوية يلا يا سادة ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناكم عذابا قريبا عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا لازم النبر بصوتي يبين تصوير المعنى وتكسيده صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينة ويوم القيامة شفيع وعلى الصراط نور وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين اللهم آمين يا رب العالمين